بسم الله والابن الراحة الكدس الهنوح امين نشكر ربنا ان احنا رجعنا تاني الكنيسة وبنتقابل وبنعمل اجتماعات النهاردة طلب مني ان احنا نتكلم عن كتاب من العهد الجديد واخترنا تأملات في افاسوس بتهايلي افاسوس واحدة من اشهر المدن ومن اشهر الرسائل او الكتب اللي موجودة في الكتاب المقدس مش مش اشهرهم يعني علشان اشهرهم اقصد ان الناس سمعت عنها كتير المدينة نفسها مدينة مشهورة خالص حصل فيها احداث كتير والرسالة بتاعت افاسوس بتهايق لي برضو في ناس كتير يتكلموا عن الرسالة دي حد يحب يشارك يعرف ايه عن افاسوس وسيط الزوج والزوجة وسيط الزوج والزوجة ايه البوليس قرية البوليس بتاعة الاكليل من افاسوس خمسة ده مظبوط وعشان كده دي مشهورة في حاجة تاني بتتصلى من افاسوس اسألكم انا الاسير في الرب انت بنصاليها امتى باكر كل يوم ففي جزء محفوظ الكنيسة كلها حفظة ايه في ايه تاني معروف او مشهور عن افاسوس مين خدم في افاسوس اتنين رسل كبار اوي بوليس الرسول اللي كاتب الرسالة ويحنى الحبيب افاسوس معناها محبوبة او مرغوبة وكانت هي يعني موجودة في اسيا الصغرى اللي هي تركية حاليا وكانت مشهورة بعبادة الالهة عظيمة هي ارطاميس التي لأهل افاسوس او للأفاسوسيين مشهورة خالص اتذكر شوية احداث حصلت فيها في سفر الاعمال خلال خدمة بوليس الرسول جوه المدينة وبعدين بوليس نفسه بعت لهم رسالة هنتكلم شوية تفاصيل بعد كده واتبعتت كانت افاسوس واحدة من السبع كنايس اللي اتبعت لهم في سفر الرؤية اكتب الى الملاكة الكنيسة التي في افاسوس اللي هو كان مين اللي هو كانت مساوس تلميذ بوليس الرسول اسكوف افاسوس اللي قال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى وبعدين بوليس الرسول كتب رسالتين لتلميذه تموساوس اللي هو اسكوف افاسوس فهي مشهورة خالص يعني نقول مقدمة كده عارفين شخصية بوليس الرسول بوليس الرسول اتولد امتى حد عارف سن بوليس الرسول تقريبا ايه يقال ان هو اتولد تقريبا واحد ميلاديا يعني تقريبا كان في سن السيد المسيح اتولد في ترسوس ترسوس مدينة غنية في نواحي سوريا يعني شمال سوريا او جنوب تركيا وكانت غنية وابوه كان راجل غني واشترى الجنسية الرومانية فابوليس اتولد روماني الجنسية واخد الجنسية الرومانية وتولد يهودي الديانة من صبت بن يمين وكان في الريسي المذهب فكان مضقق جدا اقولي انه كان راجل غني وفي نفس الوقت متدين بعته اتعلم الثقافة اليونانية فبقى هو يوناني الثقافة وروماني الجنسية ويهودي الديانة وفريسي المذهب وبعته اتعلم عند رجلين غمالة ايل غمالة ايل كان واحد من ثلاثة مشهورين اصحاب مدارس يهودية شاماي وهليل وغمالة ايل زي الاسلام كده في ابن حنبل ومش عارف ابو حنيفة في كده مدارس فكانوا اليهود تقريبا زيهم كان شاماي هو صاحب المدرسة الاكثر تطقيق وهاليل هو صاحب المدرسة الاكثر تساهل وغمالة ايل كان هو الرجل المتوسط الحكيم وكان ظهر جدا في اعمال خمسة انه هو ارشد مجمع لسنهدريم لما كانوا بيحكموا الرسل وطلع الرسل برة وقال لهم يا جماعة انفكر رغم ان كان هو نفسه كان يهودي لكن كان واخد الموضوع بحكمة فكان واخد الطريق الوسطى والتلات مدارس دول هما اللي كان مقصود بيهم لما كان الفرسيين سألوا السادة المسيح باي سلطان انت بتعلم انت تعلمت على ايدين مين مين المعلم اللي سلمك وكانوا يقصودوا بيهم التلاتة دول المسيح ما كانش تلميذ للتلاتة دول فرح سألهم سؤال تاني اللي هو منين يوحنى المعمدان وما جاوبش اجابة صريحة لانه هو ما كانش لم التلمز على شماي ولا هليل ولا غمالاقيل بس هما هما الدول التلاتة اللي مشهورين واللي كانوا مقصود منهم من المدرسة اللي طلعت التعليم ده المهم بوليس الرسول اتولد واحد ميلاديا كان متحمس جدا للديانة بتاعته ولكنه ما كانش اعمى متعصب اعمى ما يقال ان هو صح وخلاص لكن هو كان بيحب ربنا وكان شايف ان هو ماشي بيخدم ربنا بالطريق اللي هو ماشي فيه لما ربنا وجه نظره لتغيير الاتجاه غير اتجاهه وكان زكي جدا ان اول ما ربنا زهر له او سيد مسيح زهر له وقال له انت بتطهدني ليه قال له انت مين قال له انا يسوع قال له اعمل ايه على طول احنا ساعات كتير بتبقى صعب علينا قوي ان احنا نغير وجهة نظرنا او نتغير اتجاه حياتنا حتى لو اكتشفنا ان احنا غلط تقريبا ما بين سبعة وتلاتين واربعين ماليديا كان تحول بوليس الرسول من شاول الترصوصي لبوليس الرسول اللقاء بين المسيح وشاول على طريق دمشق فكان تقريبا عنده سبعة وتلاتين سنة فيه ناس بتقول تقريبا اربعين ملاديا مش هنختلف من ساعتها اتحول الاتجاه تماما وبدأ يبشر لليهود اليهود رفضوه فاتنقل للامم عمل تلات رحلات كبيرة الرحلة الاولى ما كتبش فيها حاجة لانها كانت رحلة التأسيس وبعدين بعد ما رجع من الرحلة الاولانية رح لقرشاليم وبعدين رجع تاني رحل رحلة التانية في الرحلة التانية بدأ يكتب الكتابات بتاعته هو كتب اربعتاشر رسالة تلاتاشر حملين اسمه ورسالة الاربعتاشر اللي هي العبرانيين ما تحملش اسمه وعلشان كده في بعض الكنايس تشكك ان بوليس الرسول هو اللي كاتب الرسالة داية بغض النظر يعني لها رسالة العبرانيين مش هنختلف مش هندخل في تفاصيلها بس المهم ان هو جي من الرحلة التبشرية التانية بدأ يكتب فكتب الاول واحدة خالص كانت رسالة تسالونيك الاولى وبعديها التسالونيك التانية كان فرق بينهم تقريبا تلات شهور بين الرسالتين دول وبعدين في الرسالة في الرحلة التبشرية التالتة قاسف بين الاثنين اتسجن في السجن بتاعه كتب اربع رسائل اللي هي منهم واحدة افاسوس افاسوس وفليبي وفليمون كلهم فيهم فيه وكلوسي وبعدين كتب الباقي روميا وغلاطيا وبعدين في الرحلة التالتة بدأ يكتب للتلاميذ بتوعه تموساوس كان سابه بقى اوسكف في افاسوس وطيتوس كان سابه اوسكف لكريت وبعدين في الاخر خالص وبينهم كتب العبرانيين وبعدين في الاخر خالص قبل ما يستشل بتقريبا تلاتة او اربعة شهور كتب رسالة التموساوس التانية اللي هو قاله فيها خلاص كملت السعي وخلصت دوري وانا داخل دلوقتي على الاستشهاد شوية من رسائل بولس كانت بتحل مشاكل زي كرونسوس الاولى مثلا وكرونسوس التانية او رسالة روميا كانت بيحل مشاكل وفي رسائل اللي هي منهم افاسوس وكلوسي ما كانش بيحل مشاكل لكنها كانت رسائل تعليمية وبعض المفسرين قالوا ان هو بدأ يكتبها على اساس انها رسالة دورية ومسكور مثلا ان هو قال ان في رسالة كتبها لكنيسة اللوديكيين الرسالة دي تتقري في كنيسة اللوديكية والرسالة اللوديكية تتقري هنا احنا مش عارفين الرسالة دي تفين فقد يكون هو كتب رسائل تانية ومش مسكورة او مش متجمعة جوه الكتاب المقدس وقد تكون تحمل نفس الاسم اسمين مختلفين يعني كولوسي او لوديكية تكون هي هي نفس الرسالة الاراء دي موجودة والاراء دي موجودة بوليس الرسول اتسجن كذا مرة المرة الاولانية اتسجن حوالي سنتين وكتب فيهم الاربع رسائل دول وبعدين خرج قعد تقريبا تلات شهر بين السجن الاول والسجن التاني السجن التاني اتقبض عليه في روما واستشهد في اخره بقطع الرقبة لانه كان مواطن روماني وده هو طريقة قتل محترمة مش مهينة زي الصليب فقطع رقابته سنة تمانية وستين او سبعة وستين ميلاديا في نفس اليوم اللي هو استشهد فيه بوتروس الرسول ويقولوا ان ساعة ما تقطعت رقابته ورقابته وقعت خبطت ثلاث مرات على الارض فطلع منها ينابيع مية وفي دير راهبات موجود في المكان دوت اسمه دير الينابيع الثلاثة ندخل بقى الافاسوس ايه افاسوس بتكلم على ايه ايه محور رسالة افاسوس الكنيسة الكنيسة جسد المسيح ذكر في رسالة افاسوس كلمة في المسيح يسوع او بالمسيح او فيه حوالي تلاتة وتلاتين مرة هي ست اصحاحات تلاتة وتلاتين مرة يمكن اكتر شوية او اقل شوية مكتوب لفظة في المسيح المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسد المسيح وفي افاسوس اتنين تمانية قد تكون آية مشهورة خالص فرقت كتير في تفسيرها بين الارثوزوكس والكاتوليك والبروتوستانت حد فاكر افاسوس اتنين تمانية هي ايه ترنيمة قالتها النهاردة هناء الترنيمة التانية باية لولا النعم ايه رسالة دي ايه 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 افاسوس اتنين تمانية دي ما تتنسيش بالنعمة انتم مخلصون ليس من اعمال لألا يفتخر احد فصره لي لا ما تسكتوش انا سخنتوكم اهو لا لازم احد ي فصره لي اعمال النموس دي كانت في روميا هنا في في الرسالة كلها مش مذكور خالص حكاية اعمال نموس ما بتكلمش خالص عن النموس لان رسالة افاسوس مزنودة مبعوطة للامم ونحن دلوقتي اعملنا حتى دخلنا السماء انا بحريقك يعني كده نسباتي يعني ما تدهزيش طول اعمالهم وحشة ازاي حلوة في اعمال هتنفع حلوة حاجات هتتحارك وتخلص على حاجات اعمالي حاجاتي اعمالي خطير كمعا موسيقى موسيقى حالوة موسيقى موسيقى الخناء كلها إيمان وأعمال فهو هنا بوليس الرسول عن فكر كرره مرتين بالنعم أنتم مخلصون ليس من أعمال لألا يفتخر أحد تم الأرثوذكس عمال لك يقول لك أعمال 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 تم هم بتقول العهد الأديم ما خدوش النعمة دي لو هو زي ما ماركو قال النعمة دي هي الصليب يحافظ عليها إزاي تفضل أعظيم تبدأت تتعصبي بس شوئي فهذا أعمال 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 يسسلح ولا قدوش المتقدر يحافظ عليها أن تحقق بس شوية أعمال أعمال أعمالت عمال أعمال لذي أفضل يعني نعمل ولا من نعمل ترجمة نانسي قنقر طيب لو جاء ربنا سألني قول لي سبب أدخلك بالسماء أرد أقول له إيه إبالت خلاص المسيح في حياتي إيه تاني لا هو بيقول لي لسبب تدخلي بالسماء المسيح هو اللي بيسأل رحمته طيب هتفرق لو أنا اللي سألت ربنا رحمة الله طيب هتفرق لو أنا اللي سألت رحمة الله طيب هتفرق لو أنا اللي سألت رحمة الله طيب في سؤالين لو ربنا سألني قل لي سبب أدخلك علشان السماء أرد أقول إيه والسؤال الثاني أنا هعكسه أنا هسأل ربنا يا رب قل لي سبب تدخلني بي سامنة عظيم على فكرة بس انتم ما تتخضوش كلكم اجاوبتوا يبات صح ماشي يعني انا لشكل غلط فانتو بتجاوبوا يبات صح مفيش مشكلة يعني سمحط عليكم شوية بريشر دي اجابة انهي سؤال فيهم مفيش سبب شوف كريستينا زه ايه قلت لك مفيش سبب تاحد وجعلنا دماغنا لا في سبب ان انا ابن عظيم لا مش لازم انا سألت هو ربنا بيقول قولي السبب دخلك بي السماء انتو اللي بتلغبطه مش عارف ليه بتخيل سؤال ربنا مش هيسأله بيك رياتف يا مارك بيك رياتف بيك رياتف كده الاية ما قلتش خلاص ما تعملوش الاعمال فلا الاعمال صمرت الايمان والاعمال من جير ايمان ما هي انت موضوع انت فعلا بما ربنا اقول لك انا هدخلك ليه مع اني لا اعرفكم انتو بتقولوا يعني بتعملوا مواجزات باسمي بس انا ما اعرفهمش فهو يعني الموضوع مش مش هاية واحدة ومش الابدية يعني مش بكلمة وما نفقص لازم تتفهم يعني لازم تتفهم وتتحس كده يعني العد والرحمة لقاية فهم لازم يتفهم فربنا ما يسأل يقول لي هتخش الجنة ليه عشان العد والرحمة عظيم طيب ربنا هيسألك انت بقى هتسأل ربنا ربنا هيرد يقول لك ايه هقول لك عشان تبني يعني نفس السؤال يعني انا هسأل ربنا اقول له ادخل السماء ليه وربنا هيسألني السؤال طيب انت تدخل للسماء نفس الإجابة طيب نحل الاشتباك لا توقف كيس ده فعلي كام صيق اشتركوا في القناة 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 اسمه. مذكورة في نفس الاصحاح. ارجع تاني واقره افاسوس اتنين. اصحاح ممتع جدا. فلو انا ربنا سألني تدخل ليه? اوعى اقف وقول له اصلا انا بصوم يومين في الاسبوع واعشر كل اموالي وانا بدفع عشوري وده انا بغدم في الكنيسة ليل ونهار وباسمك صنعنا معجزات. باسمك صنعنا معجزات ايه? وانت فاكر نفسك هتدخل السام عشان بتعمل معجزات. لكن ممكن جدا لما نسأل ربنا طب تدخلني ليه? يقول لي عشان انت عملت وعملت وعملت. ربنا اللي قال من وجهة نظره يجي في ويم الاخير ويقول للخراف تعالوا علشان كنت مريض فزرتني وكنت جعان فأكلتني. هو نفسه اللي قال لهم لو فعلتم كل البر قولوا ايه? عبيد بطلين. احنا عملنا كل اللي مطلوب مننا. يبقى وجهة نظري في نفسي. ان انا عملت اللي مفروض مني. لكن وجهة نظر ربنا فيا. اه انت برافع عليك. نعم ان ايه العبد الصالح هو الامين. ادخل الله فرح سيدك. ده بس اتضاع منه محبة منه. لكن اوعى افتكر ان انا علشان بعمل انا استاهل. ده يحفظ الاتضاع. حتى لو كنت بعمل معجزات. مش كده? نكتفي بكده في افاسوس. ما اللغبات ويكش في حاجة تانية. هاي اتفضل. احنا دخلنا على الملكوت والمسيح لما اسألنا هتخشوا ليه? نقول عشان ان احنا اولادة الملك. لما نخش الملكوت بقى نتنطب على بعض بعملنا بقى. انا عملت اكثر منك. احسن. اشوف فرواسة. نكتفي بكده. وممكن نبقى في مرة تانية لو تحبوا ندخل في رسالة افاسوس بتفاصيل اكتر لو عايزينها اية اية او اصحاح اصحاح يعني او افكار موجودة فيها. لربنا المجددام الى الابد. ابدين. حد عنده سؤال لا. لا انا مش مستعجل بس حسيت انه انت صلعت كل اللي عندكم. سألتكم هل لديكم اكوال اخرى? قلتوا لا. فقلت اقفل المحضر خلاص. ايه ده? كنتم ستنيني النقطة اللي بعدها? لأ دحكت عليكم انا بقى. اصلا هو كهربني. بقول له قدامت ايه? قال لي خمسة وعشرين دقيقة. وبعدين داخد التليفون مني. فانا مش عارف الوقت امتى اساسا. في خمس دقيقة كمان. طب كويس. انت تقولي لي. السؤال تينا بتسألنا هل مفروض ابقى واصق ان انا داخل السماء? مين اللي حقولولك اه احنا سألنا انت ما تردش نبطا عن الناس. انت بتسألي تسمعي الايجابة. رجاء الله يعني داخل السماء. انت ماذا اخفت ليه? مريان انت داخل السماء مريان. برافو عليك. انت داخل السماء هنا. ايه. خافت على طول الناس تحت تهديد السلاح. نشأت داخل السماء نشأت. احتمال. البير داخل السماء البير. عشان ليه لازم نخش السم. ولا المسيح ما تقونت. داخل السماء وفي. لا. وطك من نفسك. يعني تبع الكلمة. لما ما ماكيش اي مدهود مدهود ان اعمل. هو اخر مدهود لعنفع اوصل السماء. هجي للسماء فارك انه يكون لنا. وحنا يكون لنا عدنا الرجاء. بس هل انا باعمالي ينفع اوصل السماء. لا باعمالي انفع اوصل السماء. لا. لا مش عايز ازودها. هل خارج الكنيسة خارج المسيحية في ناس اجتماعيا كويسين. طبعا. خيرين. بيحبوا البشر وبيضحوا من اجل العالم. ينفع يدخلوا السماء. ما نعرفش. ربنا بس اللي يعرف. المعلانات لنا. والسرائر للرب الهنا. المعلان لينا. من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. ده المعلان ليا. ربنا عايز يقول حاجة تانية في اليوم الاخير. الملكوت ملكوته ويعمل هو عايزه وتصرف براحته. بس المعلان ليا ككنيسة. من امن واعتمد خلص. معناها ايه للسؤال ده مش بلغباتكم. بس معناها ان لو انا بعمل كل البر. وما عنديش صليب المسيح. ما عنديش الدم مغطيني. ما اقدرش ادخل السماء. ربنا ليس بظالم طبعا. واذا كنا احنا عندنا حنية للناس اللي كويسة اللي برا. اكيد ربنا كمة الحكمة وكمة العدل وكمة الرحمة. ويحب الناس لان هي خلقته وصنعت ايديه. ومخلوقين على صورته ومثاله. بغض النظر عن ايمانهم ايه. بس انا ككنيسة ما اقدرش اعلم بخلاص غير المؤمنين. ربنا عايزي غير رأيه. ملكوته. هو حر فيه. ما اقدرش اقفى حكمه. لكن انا بتصرف في خلال في حدود البوردرز. المعلانة ليا. حضرتك عزي تقولي حاجة. بين الفردوس والمطهر. الفردوس ما فيوش نار. لكن المطهر نار. لا 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 لا. المطهر في في فكر الكاتوليك. واحد بيدفع تمن الخطيئة. ما مرحلة ما قبل النعيم في الفردوس. آسف في الملكوت. وليها حاجات كتير يعني. يعني اللي يزور القدس مثلا اللي يحج. ده الكرارات دي اطلعت في في الكرون الوسطى يمكن الف ومتين وشوية الف وتلتمية وشوية حاجة زي كده يعني. آآ مثلا اللي يزور القدس. يتخصم له خمسمية سنة من المطر. اللي يعمل أديس ويرفع كربين ويقدم آآ آآ. فيلوس للكنيسة يعني وعشور مش عارف ايه. يتخصم له عشر سنين عشر سنة ثلاثين سنة حاجات زي كده. وظهرت معها فكرة سقوك الغفران. فكرة السقط الغفران انه هو البابا يكتب سك غفران لفلان. خلاص يعني ينقذ من المطر. فرق كبير خالص. فرق كبير بين الفردوس وبين المطر للكويسين بس اللي هما هيدخلوا السماء بس هما هماش كويسين أولا هما أبوسي الفكر بيقول إن فيه خمسة في المية من الناس ممتازين فدول دخلين دخلين وفيه خمسة في المية من الناس خارجين خارجين وما بينهم تسعين في المية من البشر نص نص فالنص نص دوت يدفع بقية الدين اللي عليه على حسب هو كان فين في النص النص ديت ويقضي كم سنة في المطهر كمرحلة وسطة قبل ما يدخل للسماء ده 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 الفكر في السريع يعني لا يعني على حد ما عرفت أنا لسه مؤمنة بها لحد الوقت ادخل على اليوتيوب ادخل على اليوتيوب واكتب إحنا ما سمعناش حد من الوعاظ الكاتوليك بيتكلم لكن لما تسمع الوعاظ الكاتوليك بيتكلموا عن المواضيع ديت لحد النهاردة ما يمنوا بالحاجات دي بس بغل النظر يعني احنا ما بندنش الكنيسة الثانية أنا كنت بس بتكلم على إن في آية اللي اختلفت قراء فيها من ناحية الطوايف يعني نرجع بقى للسؤال انا اتفضل انا شكرا 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 مواضيع شكرا 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 والعجل المعروف للمعروف لكي انا ان انا افضل افضل. كلامك صح مية في المية بس احنا داخلين السماء. مش كلهم يعني. لا 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 في ناس يعني موسى الاسود كان عايش راهب قبل ما يراهب. لا. معنى عشان كده بقول لك مش كلهم يعني في ناس يتحول التحولات كبيرة بغض النظر عن حياتهم قبل كده ايه. عشان كده هذه نفس الحكاية عشانك ما اشتلت السمن اه اه اوكي. تمام تمام حضركم انت عايز تقول حاجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وريني ايمانك من غير اعمالك باعمالي ايماني ما هي طبعا هي عجينة واحدة لما جم يشوع داخل ارض الموعد ربنا قال له ابعت اتناشر واحد من واحد من كل صبت عشان يتشوفوا الارض اللي رجعوا وقالوا ايه ربنا كان عنده وعد اسمها ارض الموعد ربنا قيل لهم انا هدخلكم ارض الموعد راحوا ورجعوا وشافوا الخير وقالوا لا 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 الارض حلوة قوي وكلام ربنا صح خالص بس بصراحة الشعوب اللي هناك ديت قوية او احنا ما نقدرش ربنا وافق على الكلام ده لكن لما يشوع قال هندخل وكالم ابن يفنة قال هندخل قال لهم برافو عليكم انتوا هتدخلوا ايوا يا جماعة احنا داخلين السماء ليس من اعمال اللي قال لا يفتخر احد مش بقول كده عشان انا راجل اديس لا عشان المسيح مات علشان حتى الكنيسة البروتوستانتية عمركم سمعتم حد فيها بيعلم يعيش على حل شعرك وكده كده داخل عمرهم قالوا كده احنا والبروتوستانت متفقين في الفكرة ديت زي ما الاخ هنا قال الايمان والاعمال عجينة واحدة بس بيت هيقلي ان فكرة الكوين اللي العملة ربنا يقولي داخل ليه وانا اقوله ادخلني ليه هي اللي اتجاوب السؤال السبب الوحيد والاساسي ان انا داخل عشان خطر المسيح مات علشان بالنعمة انتم مخلصون طب لما قدام ربنا اقوله طب انت تقولي داخل ليه يقولي برافو عليك عشان عملت وعملت وعملت نكتفي بهذا القدر نكتفي اشتركوا في القناة بابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا